الفقرة كيف أحصل على معجزة أول شيء لازم أدرك طبيعة الله طبيعة الله المحبة العطاء البذل وأن الله أعلن عن ذاته أنه هو الرب شافينا وأنه يريد أن يشفي ويرغب في الشفاء ونحن طبعا نؤمن بإله قادر على الشفاء فالكتاب المقدس مليء بالمعجزات من العهد القديم إلى العهد الجديد الله لا يتغير ولن يتبدل حتى مجيء المسيح ثانية سوف تبقى المعجزات فلازم أدرك أنه الله بيحبني الله عنده مخطط لحياتي الله بيهتم فيي الله كما يقول كتاب إن يجعل أعدائك يسالمونك ومكتوب عن الله في سفر إشعياء إصحاح 43 آية 4 إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك تذكر أنه الله طبيعته هو بيحب يقدم وبيحب يشفي وبيحب يعمل دايما لخير البشر الله هو ليس سيد قاسي يعملنا عندما نؤمن به معاملة الأبناء الأحباء لأنه يحبنا وهذا مهم جدا لازم تدرك لربما أنت مريض على الفراش لربما أنت تعاند من مرض معين أو ضيقة معينة تأكد أن الله يحبك وأن الله معاك في هذه الظروف وأن الله يريد أن يتعامل معك يده ممدودة ونعمة غنية جدا لتلمس أي إنسان وتذكر أن الله هو الذي أعلن عن نفسه أنه هو الشافي الحاجة الثانية يتأكد أنه موعيد الله صادقة توجد وعود كثيرة في الكتاب المقدس في كلمة الله الحية وعود بالشفاء وعود بالبركة وعود لخير ومنفعة الإنسان وعندما تصلي لا تصلي المرض ولا تصلي السلبية لكن صلي وعود الله اقتبسها ويعيشها وآمن بها هذه الوعود مثلا باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسن الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة وهكذا اقرأ كلمة الله وعود الله صادقة كلمة الله بتشجعنا وبتعزينا لما أنت بتثق في طبيعة الله المحبة وتتذكر أن الله أعلن عن ذاته أنه هو الشافي وأن مواعيده صادقة الشيء الطبيعي والتلقاء عندما تصلي الله يتفاعل ويتجاوب ويتواصل مع احتياجاتك ومع صلواتك أحيانا الله بيسمح بالألم لكن أكيد فيه درس معين بيحاول أنه نتعلمه حتى يعطينا منسوب نعم أقوى ويعلمنا أن نعمته في هذه الحياة في برية غربة هذه الحياة تكفينا وتكفلنا لكي نواصل بقوة حتى نعيش للرب لكن عندما تأتي إلى الرب وتصلي ينبغي أولا أن تدرك أنه لازم تكون نظيف لازم تكون طاهر نقي بلا خطية يقول المرنم في مزمور 66 آية 18 إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع ليى الرب ثم عندما تأتي للرب بالصلاة ينبغي أن تأتي بإيمان ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة لأن المرتاب يشبه موجة من البحر تخبطه الريح رجل متقلقل مش عارف تحصل متردد مش عارف تعمل القرار الصح ومش عارف تأخذ خطوة إيمان صحيحة والكتاب أعلم ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه ينبغي أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه يعني الله بكافئ هذا الإيمان شيء آخر ينبغي أن نطلب بإسم يسوع المسيح هذا الإسم الذي يحقق مقاصد الله وعندما نطلب بإسم المسيح أقصد أنه أنت تعيش حياة الاتحاد في شخص يسوع المسيح هذا الإسم الذي يخرج الشياطين هذا الإسم الذي يشفى الضعف والمرض هذا الإسم الذي يخلص ويغير الحياة والكيان ترجمة نانسي قنقر